تحت عنوان الإمام علي عليه السلام ميزان الحق بمشاركة وحضور واسعين لباحثين ومختصين من الوسط الحوزوي والأكاديمي افتتحت أعمال الجلسة البحثية الأولى المنضوية دمن فعاليات المؤتمر الأول لإسبوع الإمام الدولي الذي تنظمه العطبة العباسية المقدسة متمثلة بجامعة الكفيل وجمعية العميد العلمية والفكرية لذلك ندعو جميع الكليات والجامعات وبالخصوص الاختصاصات القرآني أن تهتم بهذه الرسالة رسالة المحكم متشابه لأن بها من العلوم الجمة ما وصل إلى ستين علما من علوم القرآن الكريم الجنبة الأخرى هو الواقع التطبيقي وهذا ما نحتاجه نحن في هذه الأزمنة كيف نتأسى بالإمام السلام الله عليه كيف نقتدي به الساسة والقادة في هذا العصر ومن له القرار ومن بيده مفاتيح ومقاليد الأمور كيف يستقي من حكم الإمام سلام الله عليه ومن تجربته في واقعها التطبيقي كيف كان يتعامل مع الأقليات حتى يعم السلام المجتمعي الجلسة التي قيمت على قاعة العلامة نصير الدين الطوسي في الجامعة شهدت تقديم تسعة بحوث لباحثين من داخل العراق وخارجه دارت حول محاور متعددة ومتنوعة تتعلق بالإمام علي عليه السلام وإدارته للدولة وحقوق الأقليات فيها وهوية التسامح لديه إلى جانب عنوين أخرى وشهدت جلسة مداخلات وأزيلة واستفسارات عديدة من قبل الحاضرين أجاب عنها الباحثون موضحين ما ينزم توضيحه اشتركوا في القناة